يعني خرجت إلى الدنيا في تقريباً في بداية الأربعينات أو في التسعة وثلاثين أربعين في السويداء في جبل العرب ثلاثون عاماً في جبل العرب في أسرة ذات طابع علمي بدأت أعي الحياة في سويداء والوالد في ذلك الوقت كان قاضياً كان رئيساً لمحكمة السناف في محافظة الجبل وتدرجنا في التعليم حتى القسم الثانوي يعني أنهيت الدراسة الثانوية في سويداء درست بالسويداء بالسويداء الدراسة المبدئية طبعاً كان اهتمامنا منذ سن الخامسة عشرة من العمر اهتماماً سياسياً كنا متابع الأحداث الوطنية والقومية العربية وحاة حرب فلسطين وكنا منجرفين في التيار العام الجارف أنا ذاك فنشأنا على خط عقائدي وتأثرنا بمدرسة الوالد التي كانت تعني له القضية العربية الإسلامية إذا شئتي قبل كل شيء ثم على ما أخرج من السويداء كنت طبعاً ذهبت في زيارة إلى القاهرة في زيارة علمية جاء الانفصال وقطع الزيارة ثم بعد هذا تخرج في الكلية الحربية في حرب اها وعدت إلى المنان بعد ذلك يعني تقريباً نص حياتك عاشت بسوريا ثلاثون عاماً من ثمانيين والله نعم العمر كله إن شاء الله حدرتك كنت أقيل لي أنك دارس معك ماجستار بالأدب العربي وبالحقوق نعم وحدرتك مصر أنك تحكي باللغة العربية الفصحة صحيح شو سر يعني شو سر هذا الإصرار عندك اليوم نعم اللغة العربية ربما هي آخر قلاع المقاومة في وجودنا القوم العربي سقطت كل الحواجز التي كانت تحمينا وتشكلنا الأطر القومية بقيت لنا اللغة اللغة العربية هي القلعة الصامدة التي تعطينا الانتماء السليم والصحيح إلى هذه الأمة لاحظي يعني الآن في الجزائر حينما جاءت فرنسا إلى الجزائر حوالي مائة واثنتين وثلاثين سنة لم تستطع فرنسا أن تفرنس اللغة بسبب القرآن بسبب الانتماء هناك جاءت تركيا قبلها حاولت أن تترك اللغة العربية لم تستطع بسبب القرآن صحيح لأنه باللغة العربية طبعا وبسبب القرآن وبسبب الأدباء الأوائل الذين خرجوا من لبنان إلى مصر يعقوب صروف وسليم تقلف الأهرام والجميل ومريس الجميل وسواهم يعني من هولاقهم من عرب مع الأسف يا أحفادهم يعني حتى أستاذ عاصم أنت بجلساتك العادية نعم أتحدث إلى حد كبير الفصل وحتى الجلسات العائلية بتحكي باللغة إلى حد ما نعم 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 ترجمة نانسي قنقر